أعلنت مصادر طبية في غزة إصابة عشرة فلسطينيين بجروح أمس في المواجهات المستمرة مع الجيش الإسرائيلي شرقية القطاع منذ الثلاثين من الشهر الماضي وبلغ إجمالي الشهداء الفلسطينيين تسعة وعشرين والمصابين أكثر من ثلاثة ألاف منذ بدء تظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في الثلاثين من الشهر الماضي في إطار مسيرات العودة الشعبية حيث يقوم على المسيرات لجنة تنصقية تضم فصائل فلسطينية وجهات حقوقية